بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نواصل معا شرح مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي في الفصل الدراسي الأول هذا الشرح وحل التدريبات من كتابي الأضواء نكون في هذا الفيديو بشرح للأساليب والتراكيب وتحديدا نكون بشرح فعل الأمر فعل الأمر بطريقة سهلة ومبسطة جدا بإذن الله للجميع وخصوصا للصف الثالث الابتدائي هيا بنا نبدأ طبعا نكون بالشرح وكذلك حل التدريبات كل هذا من كتاب الأضواء نبدأ مع لاحظ واكتشف وكما تعودنا نبدأ بالقاعد ما هو فعل الأمر فعل الأمر هو عبارة عن فعل يدل على طلب هذه أهم كلمة معين يبقى إذن فعل الأمر هو الذي يدل على طلب فعل معين فعل معين يعني إحنا بنستخدم أسلوب الأمر ما هو أسلوب الأمر ده اللي هو بيحتوي على فعل الأمر طيب متى نستخدم أسلوب الأمر عندما نطلب من شخص ما نطلب منه فعل شيء معين فعل شيء محدد بس بإذن أيضا يعني ممكن نفهم برضو الموضوع بطريقة أخرى إن هو بيستخدم لطلب القيام لطلب القيام بعمل إيه؟ بعمل ما بعد زمن آه بعد بعد انتهاء بعد انتهاء زمن الكلام بعد انتهاء زمن إيه؟ لذلك بنقول عليه فعل الأمر ده بيكون في المستقبل يعني عندنا فعل ماضي بيكون حدث وانتهى خلاص في الماضي إنما فعل الأمر بيكون في المستقبل ليه في المستقبل؟ لأنه بطلب من شخص إن هو يقوم بشيء ولكن بعد انتهاء زمن إيه؟ الكلام يعني بعد ما خلص كلام هو بيبدأ ينفذ الأمر ده سواء دلوقتي أو بقرأ أو هكذا طيب عند مخاطبة آه هنا بقى معلومة مهمة عند مخاطبة المؤنث يعني لو أنا بخاطب واحد مذكر عادي ما فيش الفعل ما فيش أي مشاكل خالص إنما لما بنخاطب مؤنث لما بنخاطب بنت ها بصيغة الأمر نضع في نهاية الفعل حرف الياء إذن الفعل ها الفعل ينتهي بحرف الياء أيضا بطريقة أخرى ممكن نقول لأن فعل الأمر بينتهي بحرف ساكن بحرف ساكن مع المذكر مع اليه؟ مع المذكر يعني لو بخاطب مثلا ولد أقول له ذاكر ذاكر الرأة هتلاقي عليها إيه سكو إنما مثلا لو بخاطب بنت هنضف له ياء يبقى تضاف ياء في نهاية هذا الفعل مع المؤنث يبقى إذن ده طبعا يعني كبداية كده بشرح مبسط خالص يبقى إذن هتجد الفعل أخر ساكن لو بنخاطب مذكر تجد أخر ياء لو بنخاطب مؤنث لو بنخاطب بنت يبقى هنا نقول له ذاكر هنا ذاكري اكتب اكتبي العب العبي وهكذا تعالوا بنا نفهم أكثر مع هذه الأمثلة اقرأ ولاحظ فعل أمر هنا اللي هو كلمة أتقن يا عامل أتقن عملك واحرص عليه أتقن لاحظ بينتهي بسك واحرص تعالوا بقى نخاطب بنت هنا كان بقول يا عامل يعني مذكر ما قالش يا عاملة طيب هنا مثلا نقول يا عاملة أو نقول يا طالبة ذاكري دروسك واهتمي بها ذاكري دروسك يبقى إذن ذاكري هذا فعل أمر لاحظ منتهي بياء المخاطبة تسمى حرف الياء ده بنسمي ياء المخاطبة مش ياء المخاطب لا المخاطبة أخر هتاقة هي بتدل عن مؤنس يعني أنا بخاطب بنت دي زي سمناها يا لئي المخاطبة يعني المخاطبة طبعا واضح أكيد طبعا مش محتاجين كلمة المؤنس لأن ولكن يعني زيارة في التوضيح يعني لأن الكلمة هي خرأتاقة مربوطة المهم يبقى نستخدم هذه الياء اللي هي خاصة بليه بخطاب المؤنس ياء طالبة ذاكري دروسك واهتم لو مذكر نقول له اهتم إنما بنت مؤنسة نقول ايه اهتم اخرها أيضا المخاطبة لليه المؤنس أيضا لاحظ لما نخاطب بنت وجات كلمة بعدها فيها الكافة هو اللي بتاعت الخطاب يبقى الكاف بيكون مكسورة ودي برضو ذكرناها قبل ذلك في أسلوب النهي المهم هتقول له ذاكري دروسك لأن لو بتخاطب ولد أو بتخاطب مذكر هتقول له ذاكر دروسك شوفها تبقى على فتحة يبقى فتحة مع المذكر وكسرة مع المؤنس الفعل هيكون ساكن مع المذكر واخرياء مع المؤنس بإذن هذه الفروق مهمة جدا تعالوا بنا ننتقل إلى بعض الأنشطة هذا النشاط يقول احذف الكلمات المتشابهة لتصل إلى فعل الأمر يا سلام طبعا اللعبة كده مهمة هنلعبها بس هنفهم منها القاعدة بقى اللي هي اللغوية اللي معانا يبقى هنطلب هنا من الطفل الجميل بتاعنا إنه هو يحذف الكلمات المتشابهة اللي هي شابهة بعض عشان هيتبقلنا في الآخر فعل لإيه الأمر وتعالي بقى نكمل بعد كده طيب تعالي نشوف يعني هنا كلمة دب برضو كلمة دب قلم قلم سائح سائح عين عين يا سلام تبقى لنا كلمة اذهب يبقى اذهب هنا فعل ايه فعل أمر طيب تعالي هن وردة وردة سيارة سيارة كتاب كتاب بحر بحر تبقى لنا كلمة اهدأ طيب خلي بالك مش شرط طبعا كل مرة تجي في الوسط طيب كلمة ينام برضو ينام لأن ينام هنا فعل مضارع خالد 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 ده اسم امي امي ده اسم واخره يأم الكي ها خلي بالك اكلا فعل ماضي اكلا اكلا انما ينام كان ماضي تبقى لنا كلمة افهمي لاحظ هنا اخرها ايه اخرها اه ياء اخرها ياء لأنه من خاطب بنت مؤنسة هنا من خاطب مذكر في المسالين دول اذهب 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 او في الكلمتين طيب تعالوا بنا نكون بحل الفعل ايه ينتهي بايه لأن المخاطب مؤنس لازم نكمل الاول عشان نفهم هو عايز ايه هنا ولكن لأن المخاطب ايه مؤنس طبعا هنا كان مذكر وهو مذكر يبقى كلمة ايه افهمي يبقى الفعل افهمي ينتهي كما لاحظنا بايه بياء بياء هكذا طيب لماذا لأن المخاطب مؤنس النشاط الثاني صنف كل فعل امر تصنيف اللي هو وضع بقى كل مجموعة كده في يعني كل الكلمات في مجموعة صنف كل فعل امر في مكانه المناسب حسب المذكر والمؤنس اه يعني اعطاك يعني هنا بعض الافعال طبعا هنا المذكر وهنا الايه المؤنس تعالوا نشوف نظف يبقى هنا مذكر إنما اشربي مؤنس استيقظي مؤنس طيب ارجع مذكر استيقظ مذكر حسنتم ارجعي مؤنس إنما اشربي هتيجي هنا فين في المذكر اشربي وبعدين نظفي هنا في المؤنس يبقى كل بساطة بتدور على الكلمات اللي اخرها يا عشان نخاطب بها ليه المؤنس اهي نظفي ارجعي استيقظي اشربي إنما لاحظ بقى بقية الكلمات اللي اخرها سكون اخرها ساكن يبقى بنستعملها مع المذكر الخطاب المذكر نظف ارجع استيقظ اشرب احسنتم يا اصدقائي على وبينا نواصل مع النشاط الثالث طبعا ده السينما اليمبي الانشطة هنا النشاط الثالث اقرأ ثم اضع خطا تحت فعل الايه تحت فعل الامر طيب هنقرأ الاول وبعدين اه نضع يعني الخط تحت فعل الايه الامر طبعا على حسب كل ايه مثال طبع هنا يقول ارسم طبعا النطق الصحيح هنا بيضم الايه السين ارسم اللوحة يا وائل طبعا فين هنا فعل الامر بقى ايه بقى ارسم 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 اللوحة طبعا تقول لي طب مش اخره سكون ليه لا هنا موضوع بقى بس كبير شوية يعني على المرحلة التعليمية اللي هو الصف الثالث انا فهمه فيما بعد ولكن بنكسر لان اللي بعديه هيكون ساكن فبنتطر ان احنا نكسر عشان ما يكونش فيه اتنين ساكن وارا بعض المهم يا رشا اوعد طبعا تتعود انك ايه فعل الامر بيجي في الاول بس لا شوفوا اينا هيخدعك بقى او يا رشا مش تستعجل بقى هل يا رشا فعل الامر لا حافظي اهو فعل الامر حافظي حسنتم حافظي على ملابسك لاحظ اخر هياء عشان بندع لرشا بنت يا سليمان استمع اخذوا ساكن استمع للنصيحة يبقى هنا استمع سلمي على معلمتك يا بسمة يبقى سلمي اخر هياء طيب يا مونة رتبي رتبي ادواتك لاحظ كسر الكافر اللي قلناه طيب قصة اظافري اظافرك يا عامر شوف عامر مذكر فاستخدمنا مع الكاف على فتح انما هنا كان سلمة يبقى الكاف مكسورة هنا رشا الكاف مكسورة وهكذا هنا مونة يبقى الكاف مكسورة طيب كذلك هنا هنا عامر لا الكاف مفتوحة بقى وقص كلمة قص هنا فعل امر تبقى تقول لي برضو مش اخرها ساكن ليه طبعا هنا طبعا كل بعض يعني الافعال هناخذ بقى فعل الامر فيما بعد واعرابه بالكامل هنفهم فيما بعد انه فعل مبني طب مبني على ايه طبعا ممكن يكون مبني على السكون مبني على الفتح الى اخره هناخذ الكلام ده بالتفصيل فيما بعد انما يعني المقصود انه هو في الغالب بيكون اخره ساكن يعني اهو اغلب افعال الامر بتلاقي اخرها ايه يعني ساكن بكل ايه بساطة ننتقل الى النشاط الرابع ضع كل فعل امر في مكانه المناسب عندنا بعض الافعال اكتب اغلقي حافظ اغلق اكتبي حافظي يا عمر هنقول له ايه بقى عمر اغلق اغلق يبنا اخذ اللي هو ايه المذكر اغلق يا سارة اغلقي النافذ احسنته يبه هنا من غير الياء وهنا بالياء مع المذكر بدون الياء خلاص مع المؤنث بالياء اخرها ياء اللي هي المخاطبة المؤنثة كما تعلمنا يا صديقي ايه بخط جميل يبه اكتب اكتب انما مع البنت يا صديقتي اكتبي بخط جميل احسنته هنا يا اخي على نظافتك يبه اذا حافظ حافظ يا اخي اخي انما هنا لما يقول يا اختي يبه اذا حافظي حافظي يا اختي على نظافتك نظافتك لاحظ هنا الكافة هي تحتها كسرة انما الكاف هنا فوقها هي فتح يعني اظن الامر هنا كده اتضح يعني واكتب لي برضو في التعليقات وتابع معي حتى نهاية الفيديو كل ما يعني نتضرب اكثر كل ما تفهم والموضوع يكون بسيط جدا بنسبة لك بازن الله تتعلم اختر فعل الامر مما بين القوسين طيب هنا بقول يا عزة يا ايه يا عزة الى المدرسة يبقى اذا اكيد اذهبي اذهبي بندعيها بخطبها مش ينفع نقول تذهب يا عزة او ذهبت يا عزة مش ينفع نقول لها ذهبي يا عادل ها يا عادل يا عادل نقول له بقى احترم مشاعر الاخرين يا كوثر اسم بنت يا كوثر سافري بالقطار سافري بالقطار طيب هنا صوتك يا مروان نقول له اخفض 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 ايه صوتك لا ترفع صوتك عاليا النشاط الثالث طبعا من انشطة كتاب الوزارة مهم اكمل كما في المثال اغسل يا احمد يديك العكس بقى هنا للبنت اغسلي يا مه يديكي لاحظ هنا يديك نما هنا يديكي مهم جدا يا طالب دروسك هنا ذاكري هنا بيقول ذاكري يا طالبة دروسك هنا نقول له ذاكر ذاكر بدون الايه هنحزف الياء اكتب يا عمي الخطابة لأبي هنقول هنا اكتب يا عمتي اكتب نزود على طول هو نفس الفعل بس منزود له اكتب يا عمتي الخطابة لأبي هنا لي رسمة لألوانها يا أبي هنا بيقول ارسمي لي رسمة لألوينها يا أمي لألوينها اه لألوينها يا ايه يا أمي ألونا يعني هنا النون خلبك مفتوح هنا برضو بس هنا بيخاطب الأب يبقى نقول له ارسم 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 لي رسمة الاستنتاج فعل الأمر هو فعل طبعا يدل على ايه يدل على كما تعلمنا يدل على ايه طلب وكلمة طلب طبعا لو تلاحظ حطنا عليها ايه دايرة كده وإحنا بنشرح في أول حاجة خالص في الدرس يبقى طلب فعل معين تضاف يا اللي هي المخاطبة الى فعل الأمر عند مخاطبة الايه المؤنث ونواصل لأصدقائي تدريبات جديدة مع تدريبات لاحظ وتعلم على فعل الأمر أو اسلوب الأمر طيب النشاط الأول اكمل الروتين الصباحي لعمار ومريم طيب خلي بالك عايز بقى هنا الروتين الايه الصباحي يعني بقى هنا هنقرأ طبعا كل جملة ونختار طبعا هنا 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 ده حرف نداء خلي بالك ده حرف ايه تسموه حرف نداء واللي هيجي بعده هنا اسمه منادة اللي هيجي بعده هنا اسمه ايه منادة واللي هيجي بعد المنادة هنا هيكون فعل ايه فعل امر بخلي بالك في كل الكلام لذلك بعد المنادة بنضع فصلة يعني يقول يا فلان مسلا هننضع عليه وبعد كده نضع هنا ايه نضع بعد المنادة فصلة هكذا اهو عود نفسك على الكلام ده وبعده هيجي فعل الأمر بقى بعد الفصلة هيجي بفعل ايه الأمر يبقى قبل الفصلة مناد بعد الفصلة فعل ايه فعل الأمر فعل خلي بالك بقى هنا فعل الأمر هيختلف اذا كان للمذكر او المؤنس كما تعلمنا يعني هنا هنقول ايه خلي بالك هنا هنخاطب في الصف ده هنخاطب عمار يبقى يا عمار هننادي عليه في كل الامثلة طبعا طيب هنا هنقول يا ايه يا مريم يا مريم وبرضو نفس الكلام هنكرر الكلمة هنا طيب هنا هنقول يا عمار ايه نقول له ايه باه خلي بالك على هذه الحاجة المناسبة هنقول له يا عمار مبكرا يا عمار ايه مبكرا اكيد استيقظ يبقى هنكتب هنا كلمة استيقظ اهي كلمة استيقظ الالها اليادي بالضبط انما هنا البنت هنقول لها ايه استيقظ مبكرا هنكتب ونزود اليادي وجهك واسنانك يبقى هنقول له اغسل اغسل فين اغسل اللي بتاعك المذكر البنت هنقول لها ايه اغسلي طيب هنا يا عمار هنقول له ايه كمان شعرك يبقى نقول له مشط خالباك بتشديد الشين يبقى نقول له ايه مشط هنكتبعين مشط شعرك والبنت نقول لها ايه مشطي احسنتم بعد ذلك سريرك سريرك يعمل يبقى في السرير اكيد هيرتبه يبقى اذا نرتب نكتب هنا كده رتب رتب سريرك انما البنت نقول لها رتبي اهي رتبي سريرك لاحظ الكاف كما تعلمنا مع المذكر الكاف مفتوحة اهي كلها انما مع المؤنث بنكسر الكاف نضع تحتها كسرة طيب اخر اخر مثال فطورك طبعا هي الكلمة المتبقية هنا هي كلمة تناول تناول فطورك يا عمار والبنت اللي يا مريم نقول لها ايه تناولي فطورك النشاط الثاني اختر الفعل المناسب اختر الفعل المناسب لوصية الحكيم طيب هنا الحكيم بيقول يا بني بينصح ابنه بقول له يا بني اكيد يا بني مذكر يبقى اذا هيقول له ايه تمهل تمهل في اتخاذ قرارك وقادي الدليل الكاف برضو مفتوحي يبقى ايزا في اكتر من دليل بقول يا بني ما قالش يا بنيتي او يا بنيا يا بنيا او يا بنيا المهم ادي يا بنيا تمهل في اتخاذ قرارك وبعدين وفكر خلي بالك الكاف الكاف يكون عليها ايه شدة وكسرة والرأسكنة المهم فكر قبل ان تتحدثا قبل ان ايه تتحدث ما قالوش تتحدثي يبقى تتحدث و واحفظ واحفظ لسانك حتى لا تؤذي غيرك و ارحل قبل ان تغضب قبل ما تغضب امشي عشان ما تغضبش لا تغضب وبعدين و عد وعد بعد ان تهدأ وعد بعد ان ايه تهدأ كامل بقى الفعل ده خلي بالك عادة ده الماضي عادة ده فعليه ماضي انما يعود فعلي مضارع الامر بقى من عادة نقول ايه عد عايز تؤمره تطلب منه ان هو يعود يرجع تقول له عد زي ما نقول مثلا ايه ارجع وهكذا انتقل الى النشاط الثالث ضع خطا تحت الجملة المناسبة بخلي بالك في السؤال لفات قرأنا الوصية طبعا مهمة جدا واختطنا الفعل ايه المناسب انما هنا في النشاط الثالث ضع خطا تحت الجملة المناسبة للصورة يعني هتنظر للصورة كيه وتتأمل وتشوف بقى هنا طبعا الام بتقول ابنها مثلا تقول له اشرب اشرب طبعا فين فعل الامر اهو اشرب يا خالد العصيرة باذا هزي الجملة مناسبة للصور طب هنا هنا طبعا فيه الاب بيقول لبنته يعني هو مدائك يا شباب بقول لها ايه اغليقي يا عائشة الايه التلفازة يبقى ايضا استعملنا فعل الايه الامر هنا مع المذكر اشرب اخر ساكن وهنا مع البنت اغليقي اخر هياء المخاطبة انتقل يا اصدقائي الى نشاط الرابع ارسم دائرة حول فعل لايه الامر طبعا هنا سؤال برضو في القاعدة اللغوية مهم هنقرأ طبعا الفقرة وبالتالي واحنا ماشين كده نرسم دائرة اي يعني على اي فعل امر هيقبلنا عادة احمد طبعا عادة خلبك فعل الماض عادة الى البيت عادة احمد الى البيت وهو يرتجف يرتجف ده مضارع من البرد فقالت له امه البس البس اهو فعل امر من الماضي اللي هو ايه لابس طيب البس معطفك واشرب واشرب كوبا من الحليبي الايه الدافئ خلي بلديك الدافئ الهمزة على الياء لان قبلها قبلها حرف مكسور مش على السطر وجلس اجلس اجلس وخلي بك اجلس الف مش على همزة زي ايه كلمة البس واشرب الالف اللي في الاول دي مش عليها همزة واجلس بالقرب من المدفقة حتى تشعر بالدفع تشعر هنا طبعا دفع لإيه مدورة يبقى عندنا هنا ثلاث أفعال أمر هم تلبس اشرب واجلس تعالوا بنا إلى النشاط الخامس صوب الخطأ فيما يلي صوب لإيه الخطأ طبعا جملة يعني جملة مهمة فيها أخطاء هنصوبها بقول لك جملة أحب أحب الزهاب إلى عمتي تبدأ بفعل أمر هل أحب ده فعل أمر يلا صحح لا تبدأ بفعل مش أمر بقى لا فعل ايه مضارع صحح أمر ونكتبها مضارع طبعا تكتبها بقى كاملين جملة استيقظ فيها طلبه استيقظ طبعا مضارع هنا الو أحب يدل على التجدد الاستمرار يعني لسه الفعل مستمر فعل ما دام ايه يعني مستمر الحدوث إنما استيقظ فيها طلب استيقظ مبكرا يا أحمد فلذلك بقول لك تبدأ بفعل مضارع لا تبدأ بفعل امر جملة حافظي حافظي على نظافتك يا هبة امر برضو خلاص للمخاطبة المؤنثة بإذا ليس بفعل ماضي ولكن تبدأ بفعل ايه امر جملة يفضل يفضل بدأ بياء وين بدأ بيه بهمزة بإذا هنا بيدل على التجدد الاستمرار يعني لسه الفعل بيحدث يفضل ابي السفراء صباحا هل تبدأ بفعل امر لا طبعا تبدأ بفعل ايه مضارع النشاط السادس عبر عن كل صورة بايه عبر عن كل صورة بجملة بجملة تبدأ بفعل امر نرى هنا ماذا يريد طبعا كل صورة هنا الام طبعا اهي مسك الفرشة في ايديها وبتخاطب بنتها اكيد طبعا بتقول لها اغسلي اغسلي اسنانك بال ايه بالفرشات والمعجون ممكن نكمل او نكتفي بهذا القدر السنانك ونضع الكسرة ما تنساش ونضع النقطة طبعا هنا الاب بيقول لي ابنه ايه اه طبعا المكتب هو الكتب بيقول له ذاكر ذاكر دروسة كام ما تنساش فتح فيقول كاف هنا طبعا ممكن نقول ايه خلي بالك هنا المدرس اه المدرس بيقول للطالب مثلا بيقول له ايه ادخل الفصل ادخل ادخل الايه الفصل بس او نكتب طبعا اي جملة اخرى مناسبة ونصل الى التدريبات الختمية هنا هو النشاط الخامس بعنوان شارك النشاط الاول اكتب جملا تبدأ بفعل امر تحص فيها اخاك على ما يلي طيب عايز تكتب جملة امر تحص اخاك على الاستيقاظ مبكرا بكل بساطة هتقول له استيقظ استيقظ مبكرا يبقى اذا حولنا كلمة الاستيقاظ حولناها لكلمة ايه استيقظ فعلا امر فيها طلب شرب اللبن بكل بساطة احسنتم اشرب اللبناء اشرب الايه اللبناء بحولنا شرب الى اشرب طيب احترام الكبير بنقول له احترم احترم الكبير بنكمل كما تلاحظون الجملة كما هي المحافظة على نظافته الشخصية يبقى اده المحافظة نقول له حافظ على زي ما هي على حرف جر طيب خلي بالك هنا بيقول على نظافته الشخصية ونتكلم عليه انما هنا دخل بقى خطاب يبقى بدل الهاء هنجيب كاف كاف الخطاب يبقى حافظ على نظافة ك حسن والشخصية تنزل زي ما هي ونضع نقطة في النهائية النشرة الثانية تتبع ثم اكتب بخط الناس تتبع يعني تكتب فوق هذا الكلام حتى يتحسن الخط ثم تكتب هذه الجملة حافظ على نظافة ك حافظ على نظافة ك طبعا حسن خطك النشرة الثالث وال يعني قبل الاخير صوب الخطأ هذا سؤال املاء في اخطاء هنا نقوم بتصويبها معا هنا يقول الصحة نعمة من الله عز وجل طبعا في خطأ هنا الصحة اخر هتاء مربوطة يعني فوقها نقطتين نعمة اخر هتاء مربوطة فوقها ايه نقطتين هكذا بصحة نعمة من الله عز وجل انما هنا هاء لا نضع نقط النشاط الرابع والاخير اكتب ما يملى عليك هنا طبعا هو سؤال الكتابة الذي تعلمناه وتعودنا عليه نكون باملاء الطفل بعض الجمل يعني البسيطة بيستخدم فيها كواعد الكواعد اللغوية استخداما ايه صحيحا ممكن نقوم الان باملاء بعض الجمل ممكن يعني نمليك جملة وتوقف وتكتب وتكمل صحتنا سر سعادتنا اكتب هين ممكن صحتك كنز ذهبي حافظ على صحتك ولهذاك مرة تانية صحتنا سر سعادتنا صحتك كنز ذهبي حافظ على صحتك او نقوم باملاءه يعني الكثير من الجمل من النشيد السابق وفي النهاية شكرا لكم على حسن الاستماع تابعوا معنا الفيديو القادم بإذن الله نقوم فيه بحل هذه الأسئلة أسئلة جديدة اختبر نفسك على نشيد صحتنا سر سعادتنا يعني اختبار شامل وهام فيه يعني بعض النصوص المتحررة وكذلك يعني تدريبات على الأسليب والتراكيب نتابعه في الفيديو القادم بإذن الله شكرا لكم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم اكتبوا لنا في التعليقات مكانا لكم أي رأي أو استفادة أو تعليق اكتبوا لنا في التعليقات وشكرا لكم أيها الأبطال لوصولكم معنا حتى هذه الدقيقة إلى اللقاء لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك نسعد باشتراككم يعني في القناة ومشاركتكم لهذه الفيديوهات والإعجاب بها وكذلك التعليق عليها إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته